وفاة الفقه المغربي العوني الزاوية رحمه الله وأسكنه الفردوس عقب وعكة صحية ألمت به قبل أيام انتقل إلى رحمة الله اليوم السبت تاسع عشر دي الحجة ألف أربعمائة وأربع واربعين يجرية الموافقة الثامن يوليوز الفين وثلاثة وعشرين الفقه المغربي العوني الزاوية وقد خلف خبر وفاة الفقيد حزنا لدى الأسرة العلمية بالمغرب كما عبر عدد من الفاعلين في المجال الديني عن حزنهم العميق لرحيله كما نع عدد من المتابعين والمعلقين الراحل ووصفوه بخصال حميدة ومناقب كثيرة وذكروا أنه تخرج على يديه أزيد من ثلاث آلاف حافظ للقرآن الكريم أي بمعدل تمانين طالبا في السنة وقد كان رحمه الله قدوة في آدابه وأخلاقه وعلمه وخفضه الجناح لطلاب العلم الشرعي وكان الفقه العوني الزاوية عضوا بالمجلس العلمي صخيرات تمارة كما كان أستاذا بمعهد محمد السادس للآئمة والمشدين وعرف الراحل أيضا بين المغاربة بشرحه المبسط لمتن بن عاشر على القناة السادسة وكذلك بظهوره المتميز ببرنامج يسألونك للإفتاء الفقهي فرحم الله الفقه العوني الزاوية رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون